لازم نحط في ذهننا أن ما يحدث ليك في حياتك أو في العالم بأسره لا يحدث إلا بإرادة ربنا أو بسمح من ربنا أبدا العالم كله من اللي ضابطه ضابط الكل لا يحدث شيء في العالم بأسره إلا بسماح من ربنا ده الملك شاول قاعد يدور على داود النبي 31 سنة عشان يقتلوا وما قتلوش حصل؟ ليه؟ لأن ربنا عايز يدي عمر لداود وعايز يقعد داود على الملك يبقى ملك مكانه مهما يعمل شاول وما تشاول وبيدور على داود ومات دخل في وسط أشجار كده اتعلقت رقابته كده في شوية أشجار متشابكة وحامل سلاحه وراح ضربه بالبالسيف وقتلو وما تشاول ولم يعمل داود لا يحدث شيء في العالم إلا بسماح من ربنا أو بإرادة ربنا وشوفوا بقى وعود ربنا ليكم كأبناء لله وزأنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر في وعد من وعود ربنا في الكتاب المقدس ربنا خال بيه أبدا عمان وقيل الذي تفسيره إيه الله معنا إخوة يوسف حسدوه وحقدوا عليه ورموه في البير وبعوه للإسماعيليين وخدوه هنا في مصر وبعدين اشتغل عنده فتفار وتظلم يوسف وتحط في السجن ظلم مش حصل الكلام ده وتمر لإخوة يوسف بقى خلصوا منه لما تغذوا منه وبيحقدوا عليه لا تمر لإيام ويوسف يبقى رئيس وزراء مصر ويحسن مجاعة في فلسطين أو في الأرض الأرض بتاعتهم أرض كنعان ويجوا مصر علشان ياخدوا من حنتة مصر ده ممكن ربنا يغير في لحظة أو في يوم يغير الدنيا كلها ده أمريكا كان في يوم ما بتيجي تشهت من مصر أيزنهاور أيام الملك فاروق جنجهم مصر علشان يشهت من مصر ومتسجلة لكن صحيح أمريكا أقوى دولة دلوقتي واغنى دولة في العالم ده في لحظة ممكن اللي تحته يبقى فوق واللي فوق يبقى تحته الله قادر ولا لا تاريخ تاريخ واقعي وتمر الأيام ويحسن مجاعة ويجوا إخوة يوسف علشان ياخدوا قامحة من مصر وبعدين يعرفوا أن ده يوسف أخوهم اترعبوا شوفوا كلام يوسف بقى الآن لا تتأسفوا ولا تغطازوا لأنكم بعتموني إلى هنا لأنه لاستبقاء حياة أرسلنا الله قدامكم فقد أرسلنا الله ليجعل لكم بقية في الأرض وليستبقي لكم نجاح عظيمة فالآن ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا بل الله لا تخافوا أنتم قصدتم به شرا أما الله فقد قصد خيرا خلي بالكم نحن في يمين مين في يمين ربنا إذبحوا زبيحة البر وتوكلوا على الله يقول لك لأنه اتكل علي أنجيه أسطره لأنه عرف اسمي معه أنا في الشدة أنقذه وأمجده وطول الأيام أجبعه وأريح خلاصي هل يلي ده المسيح لما وقف أمام بيلاطس وبعدين بيسأله أنت ابن الله ما ردش عليه أنت ابن الله ما ردش عليه فبالأسأل المسيح في محاكمة المسيح ألست تعلم أن لي سلطان أن أصلبك ولي سلطان أن أطلقك هنا المسيح يتكلم قال له لم يكن لك علي سلطان ما لم قد أعطيته من فوق لا أنت أنكش عليها سلطان إلا زربنا لدك السلطان خلي بالكم إلهنا حي إلهنا عمان وقيل الذي تفسيره الله معنا